من يمتلك السماء يمتلك الأرض من هنا يحاول الجيش السوري الحر تضييق الخناق على القوات الحكومية من خلال السيطرة على أكثر المواقع أهمية وأبرز المنافذ الحيوية للجيش النظامي الهدف الأساسي للجيش الحر هو السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي السورية من أجل تحويل كفة التوازنات لصالحه فبعد سيطرته على مطار مرج سلطان العسكري شرقي دمشق هو يكثف جهوده لسيطرة على مطار دمشق الدولي الذي يعد الجسر الرئيس الذي يربط سوريا بالعالم الخارجي إذ يعد هذا المطار أكبر مطار دولي في سوريا ويبعد عن العاصمة دمشق نحو 25 كم في اتجاه الشرق مطار دمشق هو أيضا المزود الرئيسي للنظام السوري فمن خلاله تستقبل الحكومة الطائرات الثقيلة التي تحمل العتاد العسكري وهو الميناء الوحيد المهيئ لاستقبال هذا النوع من الطائرات أهمية المطار تكمن كذلك في قربه من محطة تشرين الحرارية لتوليد الكهرباء والسيطرة عليه تعني السيطرة على نسبة كبيرة من العاصمة دمشق إضافة إلى أنه الباب الوحيد لحركة الدبلوماسية السورية التي تجتهد لنقل وجهة نظر الحكومة إلى العالم وتكمن أهمية مطار دمشق بالنسبة للجيش الحر في أنه عصب المعركة الميدانية للنظام الذي إذا سقط سقطت معه كثير من أوراق الضغط كما أنه المدخل الأهم لسيطرة على معظم المناطق الواقعة خارج العاصمة وفي حال سيطرة عليه ستستخدمه المعارضة في التزود بكل احتياجاتها اللوجستية وسيتحول إلى مركز سياسي لتحرك المعارضة السورية محاولات جيش الحر للسيطرة على هذا المطار جعلته ساحة قتال هي الأعنى في سوريا لأن السيطرة عليه قد تقلب موازين القوى وربما تشكل معركة الحسم في المشهد السوري ترجمة نانسي قنقر